بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعبوث رحمة العالمين الفضل العظيم جدا جدا للصيام الاسنين والخميس والخسارات الفادحة لتارك هذه السنة العظيمة لأسف الشديد كثير من الناس اليوم إلى من رحمة ربي يصوم شهر رمضان ويصوم الستة البيض إن شاء الله ويظلوا مفترا طوال العام حتى شهر رمضان المقبل هو لا يعلم أنه يخسر خسارة فادحة جدا في درجات الجنة وفي المنازل وسيخسر خساب أقسم بالله العظيم قسم أن أحاسب عليهم من القيامة أنه سيهندم أشد الندم على هذه السباب العظيمة لذي يضيع نحو لحضرتكم بعض الخسارات أو بعض المناقب العظيمة لسلام الاسنين والخميس عشان الناس اللي لا يصومش خالص ويفضع طول السنة فاطر يتق الله ويلحق نفسه إذا كان عايز درجات عالية في الجنة وعايز يكون رفيق للوصول على السلام وعايز يكون في الدوس الأعلى وعايز الغرف وعايز الخيول الزهبية وعايز يتمتع برؤية رب العامين كاسيرا في الجنة أولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على السلام الاسنين والخميس فسئل عن ذلك فقال ذاك يوم ولدته فيه وأنزل علي فيه وترفع فيه الأعماله إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم وكثم من الناس Nichtعرفوش أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل قبل يوم الاثنين وكثم من الناسhinets متعرفوش أن الجرام تفتح يوم الاثنين والخميس تتزين للصائمين فالعماء بحثوا ليه ربما يحرص على السيام يوم الاثنين والأعمال الأسبوعية ترفع يوم الاثنين ده مشكلة وبس ربما كان بيحرص على السيام شهر شعبان في كل عام لما نسئل عن ذلك قال ذاك شهره بين مدر بين رجب مدر وبين رمضان يخفل عنه كثير من الناس ترفع فيه الأعمال إلى الله ويحب أن يرفع عملي إلى الله ورصائب يبراه ربما يسوف كل أسبوع عشان عمل يترفع وصائب ويسوم كل شهر شعبان عشان عمل يترفع وصائب إذا هناك سر خطير من رفع العمل والصيام أن الأسواب يتضاعف أضعافا كثيرة لما يكون صايم وهذا السر في ناس الحسنة تتضاعف بعشر حسنات وفي ناس الحسنة تتضاعف بمليون واثنين مليون من حسن العديث الصحيح سيدنا هريرة إن الله ليضاعف الحسنة بألف ألفين حسنة ولكن هذا المين لمين؟ للمجتهدين الصومين القوامين مش الكزاء المتخزلين اللي يفضل طول السنة صايم فاطر ما يسومش إلى شهر رمضان بس ويسوم السلطة البيض ويفتاكل نفس وفتح حكة هو مش عارف أنه بيخسر صواب عظيم هو لك السنة ما بقدرش يتبدرش إيه؟ تما عندكش صدق ناية مع ربنا سبحانه وتعالي اللي بيقدرك تسوم تلاتين يوم متواصل مش يخليك تقعف تسوم يوم في الأسبوع ليومين في الأسبوع سوكة الثلاتة ادوبيض تلاتة عشر ومع تشو 15 اللي اعصاص بنحس عليه ويحس شديد جدا شبه اللي اعصاص بيه؟ شبه السيدنا وببيلي بيه؟ أوصاني خليلي وسيط رسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة خصالة لأدعهن في صفر ولا حضر أن أوتي لقابة لأنام ورقعتي الضحى وأن أوصوم من كل شهر سلاسة أيام طبعا الأفضل تلاتة أيام دول الأيام القمرية 13 ومع تشو 15 لها فوائد عظيمة جدا في الصحة. سمع عن باية دلوقتي. يقول اوصاني خليلي. وصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انت بتخسر اول شيء مضاعفة الحسنات وقبل العمل. اذا رحص الله سلام لها فيه هدف او فيه سر عظيم. بين وفع العمل اثناء الصيام. وابن وفع العمل والصيام. عشان كن رحص الله سلام بيصوم اليوم الاتنين. وده الاحتفال الصحيح. لو انت عايز تحتفل صحيح فعلا. احتفال الصحيح. بماله رحص الله السلام. سيوم اليوم اللي هو اتولد فيه كل اسبوع. ده ده دي الطريقة الصحيحة اللي عصلا بيقول لنا كنت عايز تحتفلوا بمولدي يحتفلوا بهم. عايز عايز تحتفل مولد رحص الله سلام فعلا. مش بش يقول احتفال اللي بيعملوا دلوقتي بتحتشر ربيل الاول. دي دي بدعة. ليس لها اصل. وده اول من ناس عملها افتدعها من الفاطميون. اللي عندما جاءوا الى مصر. الفاطميون الشيعة من الشيعة. لكن الصحيح ان هو لا لا. ان الصحيح ان عايز تحتفل بمولد رحص الله السلام. اتبع حسنة رحص الله سلام. هو بيقول لك ده ده يوم انا تولدت فيه. وانزل علي فيه. وترفع فيه الاعمال ولله. والجنان بتفتح. هو حب ان يرفع عملية لله صحيح. بعدما حيت رفع لك تحسنة تضعف عشر حسنات. تضعف مليون. لان عالم بيترفعه انت صحيح. ربنا صحة الله حيي. بعدما يضعف الحسنة عشر الواحد ويدعف واحد مليون. ليه? لان انت عاملك بيترفع وانت صايم. وفي كثير مننا بتردوا له اعمال. لكن مش هتردلك العمل وانت صايم. ربنا حقيقي. يستحي من عبدي. يرد عمل ده. لان فيه عمل فيه شوبيت رياق ويستحي من ده ما يردش العمل. لانه صايم. ادي اول حاجة. الحاجة التانية. الغرف. فيه غرف في اعلى الجنة. مش ياخدها الا الصوامون. الا الصوامون فقط. شوف بقى الحديث ده حديث خطير جدا. شوفوا الناس يقول في الحديث. ان اهل الجنة لا تراؤون اهل الغرف من فوق من فوقهم كما تتراؤون الكوكب الضرية الغابرة من الافقي من المشيخ والمغربي وذلك لتفاضل بينهم. فقال الصحفي يا رسول الله تلك منازل انبياء لا بلغة احد غيرهم. قال بلى والذي نفس بهذه بررجان امنوا بالرسل وصدقوهم. يجي الناس والسلام والسنة تفسر معضوها بعضا يعرفنا ايه الغرف دي. يقول ان في الجنة له غرفا. خلي بالكم ان اهل الجنة يشوفوا الحديث بقول اهل الجنة لا تراؤون اهل الغرف من فوقهم كما تتراؤون الكوكب الضررية الغابرة من الافقي من المشيخ والمغربي وذلك اللي يتفاضل بينهم. يعني اهل الجنة ليس في درجات الادة في الجنة والجنة مئة درجة ببعن كل درجة ودرجة ما بين السماء والارض بيبصوا لاصحاب الغرف اصحاب القصور دي زي ما احنا ما نبص للنجوم والكوكب والامر والشمس في السماء. فالاصحاب من منزلت هؤلاء الناس افتكرهم دي الانبياء فقط. قالوا لا. ده رجال بس المين. رجال امنوا بالرسل وصدقوهم. يقع اصحاب فصلنا للغرف دي في حديث ثاني. في عبي سعيد الخضري ردعان قال ان في الجنة لغرفا. والحديث صحيح. يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقالوا لمن يا رسول الله. شو اسمعوا رحسول الله عليه. لمن طيب الكلام. واطعم الطعام. وادام الصيام. ادام الصيام. وصلى والناس نيام. دي في رواية. هناك رواية اخرى. لمن اطعم الطعام. وطيب الكلام. وافشى السلام. وتابع الصيام. وصلى الله والناس نيام. رحسول الله بيشترط. رحسول الله بيشترط. رحسول الله بيشترط. وشترط صعبة. عشان تنالي الغرف دي. غرف يرى ظاهرها من باطنها في اعلى درجات الجنة. وباطنها من ظاهرة. ليس لأي حد. للمين? تقول لكم الغرف دي في الفردوس الاعلى. يبقى اذا انت هتحرم الغرف دي. يبقى انت هتنزل تحت. هنبين ازاي وحبيل حضركم الحديث. اللي هبقى لكه ذات وتنزله تحت. هتنزل تحت لانك ملاكش ورد من الصيام خالص. وهتعير في الجنة كمان. ربنا هيعيرك في الجنة. عشان عشان تتقل الله. وتوتحي سنة رحسول السلام وتصوم. في اه. يبقى مرة رحسول السلام قال تابع الصيام. ما مرة ادام الصيام. طيب الله عليك ادام الصيام دي معناها ايه? معناها ناس بكل وردوا اسبوعي. تصوم اتنين وتصوم خميس. وتصوم التلاتة البيت وتصوم التسعة القوة من زي الحجة. كما كان يقف على رسول صلى الله عليه وسلم. اصحابه. وتكسر من الصيام في الشعبان? السيدة عائشة بتقول ما بيقول الصحاب بيقول ايه? ما رأيته عائشة مفترة القط. لا في صفر ولا في حضر. بعد موت الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم. في حديث صحيح مسلم. تصوم على طول. عرورة ابن الزبير كان بيوصل الصيام ست ايام متواصلة. ما يفترش ولوه. ما يفترش. ست ايام يقعد ما لاكلش ولوه. واحد اسمه حمزة كان صائم الظهر. ما بيصومش خالص. ما بيفترش خالص. امامه بحنيفة. كان يصوم الظهر واليفطر. انا مقولكش يعمل كده. بس اتقل لا. صوم اتنين وخميس. عشان ما تخسرش اسم نازل العظمة في الجنة. وتنتبقى اشد الندم يا من القيامة. طيب. دي ابقى انت تأول حيبانت خسرت بضعفة السواب بقمول العمل. ضعفة كثيرة. لان العمل بيرفع وانت صايم. وخسرت. خسرت كمان الغرف في الجنة. في اعلى درجة الجنة. الخسارة اللي بعد كده تخسر تمت عبروية رب العالمين كثيرا في الجنة. شوف الحديث الحديث خطير جدا. ان ادنى اهل الجنة منزلة ليرى نساءه وقصوره وخده من مسيرة الف عام. وان علاه منزلة ليرى ربه غضوة وعشية. شوف الحديث بيقول ايه? رحصة حسنا متكلم على ادنى اهل الجنة منزلة. اخر روح دي يطلع من النار وخش الجنة. واعلى اهل الجنة. ادنى اهل الجنة هيشوف قصور ونساءه وخدمه من مسيرة الف عام. واعلى هم منزلة هيشوف ربنا مرة الصبح ومرة بليه. لا يا ربه منزلة. مجابش اشتريك نساءه القصور والخدم مع اعلى اهل الجنة منزلة. ليه? لانها لا تشوي شيئا. لا تشوي شيئا بالنسبة مقارنة بالتمتع بروية رب العالمين في الجنة. مع ان له نصيب اكبر بكتير جدا جدا جدا. مفيش مقارنة في عدد القصور والنساء وميراث في الجنة. ميراث في الجنة اكبر بكتير جدا. يعني ميراث في الجنة مليارات اكثر ضعفا مليارات في الدراجات ادنى في قصور في مساحة. لكن لا تسوي شيئا بالنسبة لاتمتع بروية رب العالمين. ذلك ربنا الصلاة السلام لم يذكر. القصور والنساء لانها لا تقارن بروية رب العامل كثيرا. لذلك للماء مجمعون ان الناس المؤمنين سيتابنون وتابنون شديدا جدا في التماطع برؤية رب العامل في الجنة. لكن ذلك حديث هناك حديث اخر يقول ايه? الاهل الفردوس الاعلى. لا يرون ربهم مرتين كل يوم. وان اهل الدرجات الادنى لا يرون ربهم مرة كل اسبوع. ستحرم. يعني كأن الناس اللي في الدرجات العليا هشوف ربنا قد نسل في الدرجات العليا حوالي اربعتاشر دائر. ودي افضل شيء في الجنة. اعلى وافضل شيء في الجنة هو تمتع برؤية رب العامل في الجنة. ليس حاجة افضل في الجنة. هي ايه? لذلك رب العبي سعى الهو في سورة يونس. اليدين احسن والحسن وزيادة. ولا يرهق وجههم قطر ولا يدلة. ولائك اصحاب الجنة تهم فيها خلدوه. قال العلماء الحسن هي الجنة والزيادة اللي هي افضل واعلى من الجنة. هي هي دي الزيادة. هي دي الزيادة. هي دي خسرت. خسرت خسرتها فادحة. ان كنت تتمتع برؤية رب العامل كتير في الجنة. مش هنشوفه لكله وفين وفين. الخسرتها بعد ذلك. ده كمان اللي اخذ من هذا النور. ذلك اهل الدراكة العلى. المقربون. اللي يشوف ربنا كتير. واللي يتمتعه متعة لا توصف. هيبقى عامل زي الشمس. متعة تبقى عامل زي نجمة صغيرة. لان هو بياخذ من هذا النور. كلما تجلى رب العميس سبحانه وتعالى على اوريائه في الجنة اخذ من هذا النور. لذلك جاء في الحديث اذا خرج واحد من مقربين من قصره. ضرب نور في السماوات. يرى من مسيرة الف عام. فيراه اهل الدرجات الادنى. فيقول وخرج واحد من مقربين من قصره. مجرد ان يفتح الباب ويطلع. واحد من الفردوس الاعلى. واحد من اهل الغرف اللي هنا عليهم دول. اللي اهل الجنة هيشوفه. مثل ما نحن نشوف الكواكب والنجوم. مجرد انه يطلع. هينفجر نور في السماء. النور ده هيدرب في المية درجة بتاعت الجنة. كل اهل الدرجات الجنة هشوفوه. لانه نوره اقوى بكتير جدا من نور الشمس. لانه بيشوف ربنا كتير. وانت متشوفوش خالص الا فين وفين. طبعا هتحرمت. فضلا احرمانك من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء والصحابة. لان هتشوفهم ازاي? وانت في درجات الادنى هم فوق. الا بقى لما هم ينزلوا. ينزلوا يسوبوا درجات العلاء وينزلوا يزوروا الناس اللي تحت. للأسف الشديد. وانت تتحسر. الخسارة بعد كده الخيول الزهبية. شبه انت خسرت ايه؟ خسرت الاثور. الغرف. خسرت تمت برويط رب العميس سبحانه وتعالى. خسرت مضعفة الحسنات. و مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لانك بعيد عنهم. وخسرت ان انت تبقى ازاي الشمس. لان انت تبقى اقل نورا بكسير. لان انت تعتقوا بعد ايه. الخسارة بعد كده خسارة فانحة. الخيول الزهبية. وشامل الطوبة. شوف الحديث ده حديث خطير. لها خمس صورة وكلها صحيحة. ان في الجنة يتلى شجرة. وقالوا لها طوبة. يخرج منها حولن صفراء وبيضاء. واخرج منها خيول ذهبية. وصلاقة بالدر لي وليقوت لا تبول ولا تخوت وخطوها مد البصر. لها اجناحة لها اجناحة لطيروا بها اهل الجنة يتحويش يشعون. فيقول اهل الدرجات الادنى. يا رب. اعطيت اخواناتهم لها من رم تعطينا. في رواية اخرى. فيقول انهم اسفل منهم درجة. فلموا صلوش في الدوصل الاعلى. فيقول رب العالمين انهم كنوا يصالون بالليل. وكونتم تنامون. انهم كانوا يصومون وكونتم تأكلون. انهم كانوا يتصدقون وكونتوا تبخلون. انهم كانوا يقاتلون وكونتوا تجبنون. شوف راب العميد بيقول لهم ايه. لان في درجات الأدنى في الجنة. ما وصلوش في الدوس الأعلى. حرموا من الغرف. حرموا من الغرف. حرموا من التبتع برضة عبد العام الكاسينة. حرموا من حاجة اسمها خيول الزهبية. مش فيه شجرة اسمها توبة. في أعلى درجات الجنة. بيخرج منها حلل. صفراء وبيضاء. وبيخرج منها خيول مصراجة. خيول الزهب الخالص مصراجة. بتضر اللقود لها أجلحة. بتطيب بسرعة أكثر من سرعة البرق. أشبه بالبراق. الذي عرج به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. وعظا بقصير. من بساطة الريح. الذي كان يحمل سليمانا إلى بيت المقدس. شوف الليلة الأعلى. واحد عنده طيارة خاصة. واحد عم نشعر لجلية. شوف بقى. واحد عنده خيول الزهبية. شوف الناس في تراجعة الأدنى بيتحصروا. يا رب أعطيت إخواننا. إخواننا منا متعطين. فأقول ربنا يودعليهم يقولون ماذا؟ إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون. بيصلوا صعي التهجد. وفي الثورة الأخيرة وبالليل وكنتم تنامون. أنهم كانوا يصوم government two. وأتى كنت تصوم Quindi 2. في صوام الي 5. وأتى كنت اش نصوم الخميس وكنتم تصوم 7 ربعت عشر 15. ôודע 13 ربعت عشر و 2015. كنت تصوم 1 أتى يصوم ثلاثة 14 ربعت عشر و15. كان يصوم تصوم التسع الأول من زل الحجة وكنتم تصوم. حرمت. ضيعت منك الخيول الزهبية اللي بيطيل بسرعة وده دليل على تسعر قواتهم في الجنة وعنده خيول زهبية لا يهمش إزاي عنده مزرورة في الجنة مئات أو آلاف المليارات من الأميال عنده آلاف المليارات من الأميال في الجنة بالقسور يعني قد كرة أرضية ربما ملايين مرات مزرورة في الجنة هي يبهمش إزاي لازم يكون عنده خيول عشان يطيل به وانت ما عندكش لأن مراسك في الجنة قلب كتير كل ده عشان انت باش عايز السوم اتنين وخميس كل ده عشان انت باش عايز السوم تلاتاشه ربعتاش ومستاشه لانا عندكش صدق نية مع رب العميس سبحانه وتعالى اوما بالسوم تلاتين يوم ازاي المتواصل في شهر رمضان ازاي لان يوساوي يا الله تعالى بين الصوامين القوامين المكتهدين المتهجدين وبين الكسالة المتخازلين المسخفين بالسنة كلي قانتا اناق الليل يحضر الاخرة ترجع ورحمة ربه كل هستوي الله يعلمونا ولذين يعلمون يم تذكر قوله الباب فرب رب العميس سبحانه وتعالى بيقوله في صورة الزمن اللي بيكون قانت اناق الليلة والنهار يحضر الاخرة ويرجع رحمة ربه كل هستوي اللذين يعلمون ولذين يعلمون في كان سيدنا عبد الرابع بقال لنزل في �نا عصمان رGeneral عفان. يعني بيقرأ قرآن كله في ركعة. الصحابة ردر عنهم. كانوا يسوقوا الظهر. كانوا يسوقوا واحد منهم واحد واحد الصحابة صابق اربعين سنة متواصل. ما كان فترش ولا يوم. كانوا يفتروا الا في العيد الفطر. مات على ظهر المركب. اعس اسبوع. على ظهر المركب. ما تغيرش. ما زهرت لهش ريحة. انا ما بقول لكوش اعملوا كده. بس بقول لك انتقل لا. لازم يكون لك حد ادنى من الصيام. الناس يكون لك ورد من الصيام. وإلا ستخسر. ستخسر الخيول الزهبية. ستخسر الغرف. ستخسر مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستخسر تبطع برويط رعبانين كثيرا. ستخسر الحلل. ستخسر وما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. من اللي بقوله ده امثلة. لكن هناك ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى يعني من المنح والعطايا اعضاء رب العميس سبحانه وتعالى الاهل الدرجات الاولى واهل فردوس العنى. وستحرم منها انت. انت. فانا هكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو. انسخون شرون الشاهدين فيه ثمانا دي. ياريت. كل سمعني دلوقتي اتاك الله. ابدأ بالسلام اللي تلاتاشر ربعتاشر وخمستاشر. والصيام له فوض عظيمة جدا للصحة. رسول عصم المبلة ابن ادم وعاعن شرر من بطني. فاللي ما بيصومش. حتى بيخسر فوض عظيمة جدا للصحة. سوموا تصحوا. جوعوا تصحوا. ما ملعب ابن ادم وعاعن شرر من بطني. فالسفتبت علميا انسيام ملوم واحد. ستاشر ساعة بيدمر خلايا السرطانية. ولا يمكن يجي لك لا سكر ولا ضغط ولا ولا اي شيء. لان النفايات الاسبوعية كلها بتطلع في السلام الاثنين والخميس. فلحك في لكم كلام ده انسخون شروع. ونشره هذا العلم يثاب العظيم. العلم علم علم. ادفن الله ادرى عامل يوم القيامة. لا مقزنك من كل شيء. اشتركوا في الجرس واشتراك في القناة. سنكون كل جديد. ساعدوني. اعنى شرطة ويقولي قوله هذا استخفى الله ليوني.